وعجبتني قوي قوي وإحنا رحينا مطش يعني مش بس مطش مهم أو مطشين مهمين لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن إيهاب جلال لكن أنا شفت لقطة كده ولمحة ويمكن الدوري الأوروبي اليومين دول معوضنا كتير عن غياب الكرة يعني توقف أهم المسابقات في العالم كل الدوريات وقفت شامبيونزليج خلصت هنا وهناك دوري عندنا والكاس القديم والجديد ثلاثة وقفين ففي النهاية الدوري الأوروبي مدينة مساحة كده نتفرج ونتمتع بكرة عجبني قوي يعني مين اسألوا نفسكم كده مين مدير فني عندنا في مصر ممكن ياخد قرار زي اللي خده منشيني اللي تابع مبارات إيطاليا وألمانيا وبنكلم على مين إيطاليا بتلعب ألمانيا جماعة ألمانيا المدججة بالنجوم ألمانيا المرشحة دايما لتحقيق لقب بطولة كاس عالم فبالتالي الراجل بعد ما اتغلب في أول مباراة قرر أنه يلعب بالناشئين عارفين المباراة اللي لعبها لأهلي في سنة 86 تقريبا في الكاس قبل نهاي كاس مصر قدام الزمالك ورفرقة كلها ريحت وروحنا داخلين لعبين بالناشئين في الوقت ده كابتن أيمن شوق وكابتن حسام حسن وطرق خليل وغيرهم يعني والأهلي حقق المفاجئة وكسب هم انشيني عمل كده بس مع مين؟ مع منتخب إيطاليا في اليوروباليج بلعب مين؟ بلعب ألمانيا ريح 15 نجم من النجوم اللي موجودين في المنتخب إيطاليا بقرر أن يلعب بناشئين وكان كسبان لغاية الديئة 87 لولا ألمانيا طبعا كيمتش أحرز لكن التجربة دي والفلسفة دي مين ممكن مدير فني مصر كان أو أجنابي ممكن يعملها؟ مين ممكن يراهن؟ ده مش رهان ده مخاطرة مخاطرة حتى النهاية وجيه بعد كده طبعا يعني يمكن تبقى نوبة فوقان ويمكن تكون فرصة لاكتشاف أرضها جديدة ومواهب جديدة وجيه طبعا في مباراة المجر رجع للتشكيل الأساسي وكسبت إيطاليا بنتيجة 2-1 وبالمناسبة المجر فكرتنا بالمجر بتاعت الستينيات يعني أنا ما اتفرجتش عليهم بس بسمع أنه المجر في الخمسينيات تقريبا والستينيات كانت قوة عزمة في كورة القدم المجر النهاردة متصدرة مجموعتها على حساب مين؟ على حساب إيطاليا على حساب إنجلترا على حساب ألمانيا ثلاثة قوة عزمة معها وهي في صدارة المجموعة يا جماعة الفكر أو إيطاليا أعتقد وبعدين المجر يعني في النهاية المجر بتنفس التلاثة الكبار دول على صدارة المجموعة يعني الكرة دايما محتاجة مساحة مغامرة الكرة دايما محتاجة أنك أنت ترهن على الغير تقليدي وأنا بصراحة بصراحة يعني توقعت إنه دا يحصل من إيهاب جلال من بداية شغل لكن أنا عارف طبعا حجم الضغوط اللي محتوطة وتتحط مش بس على إيهاب جلال أي مدير فني هيمسك إحنا في مصر ما بنرحمش وفي مصر ما بنديش فرصة كاملة على طول دايما معلقين الكرابيج مستنين السقطة واللقطة عشان نضرب بإيد من حديد في ناس متربصة في ناس لها مصالح في ناس مستعجلة وفي النهاية الضغط واحد أي مدير فني بيتولى المسؤولية في مصر محطوط تحت ضغط رهيب عشان كده كانت رسالتي بعد المباراة واللي أتمنى أنها تكون وصلت لكابتن إيهاب جلال اتحرر من كل الضغوط الناس دي أغلبها 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 للأسف مش فاهمة وأغلبها أغلبها أغلبها بتشتغل على فكرة الترند وأغلبها بتمشي مع الرائجة زي ما بيقولوا معاك معاك عليك عليك لو رهنت ونجحت كل الناس هتسقفك كل الناس كل الناس اللي أنت خاف منهم دول وكل الناس اللي مضطرينك وكل الناس اللي ضغطين على عصابك هتلاقيهم بيشيدوا بيك وبتجربتك وبعبقريتك كمان إنجاز التعبير نتمنى نشوف إلا محد دي على أقل في مطش إثيوبيا وما أعتقدش أنك أنت ألقان قوي من منتخب إثيوبيا زي ما كنت عامل حساب لمنتخب جينيا رغم المباركة على أرضك لكن قدمت الشكورة للناس على أقل كاتم الثانية همانك ندخل في الأخبار سريعة